ضربات جوية جديدة نفذها سلاح الجو الليبي على قاعدة الوطية الجوية استهدفت تمركزات وآليات لميليشيات حفتر داخل القاعدة المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد جنونو قال الخميس إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت 13 عنصرا من ميليشيات حفتر بينهم المطلوب لدى النائب العام في القضايا الجنائية محمد الدحير وهو آمير ما يعرف بلواء العروبة في صبراته جنونو أضاف الخميس أن الضربات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية دمرت خمس آليات عسكرية في الوطية إضافة إلى تنفيذ ثلاث ضربات جوية استهدفت ثلاث شاحنات وقود بمنطقة الشوير كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد ميليشيات حفتر في عدوانها على طرابولوس ميدانيا أكد القائد الميداني بعملية بركان الغضب عقيد أكرم دوة استمرار القوات البرية في محاصرة ميليشيات حفتر المتحصنة داخل قاعدة الوطية قائلا إن قوات الوفاق جاهزة للتقدم صوب الأهداف المحددة وفق تعليمات غرفة العمليات وفيما يتعلق بمحاور جنوب طرابولوس أكد دوة تمكن المدفعية الثقيلة لقوات بركان الغضب من تدمير راجمات صواريخ كانت تقصف بها ميليشيات حفتر أحياء طرابولوس السكنية القصف العشوائي على العاصمة تسبب في مقتل 12 مدنيا يومي الثلاثاء والأربعاء إضافة إلى جرح ثلاثين آخرين وذلك وفق ما أكده المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الأمين الهاشمي لليبيا الأحرار أما عن محاور القتال غرب سيرت فقد قال الناطق باسم غرفة عمليات سيرت الجفرة العميد عبدالهادي دراه إن قوات الوفاق عززت من مواقعها قرب الوشكة وهي في انتظار الأوامر للتقدم دراه أشار إلى أن قوات بركان الغضب تسير دوريات استطلاعية لرصد تحركات ميليشيات حفتر ومرتزقة الجنجويد في المنطقة مشيرا إلى أن فرق الهندسة العسكرية تمكنت من إزالة بعض الألغام التي خلفتها ميليشيات حفتر في المعارك الأخيرة التطورات العسكرية الأخيرة في معركة العدوان على طرابلس خاصة بعد إطلاق عملية عصفة السلام بيّنت وفق مراقبين مدى هشاشة خطط حفتر العسكري على الأرض في أغلب محاور القتال حيث تعتمد ميليشياته على قصف الأحياء المدنية عشوائيا كلما حققت قوات الوفاق تقدمات جديدة ترجمة نانسي قنقر